أكثر من ربع قرن على انطلاق صناعة السيارات في إيران مشروع كان يطمح إلى تحويل البلاد إلى قطب إقليمي لإنتاج السيارات لكن غياب استراتيجية واضحة وغياب التنافسية كما يقول الخبراء حال دون ذلك حيث تسيطر شركتان فقطهما سايبا وإيران خضر على أكثر من 80% من الإنتاج والتسويق كما أثرت العقوبات سلبيا على القطاع تعاني صناعة السيارات الإيرانية عدة مشكلات منها ما هو جذري وأخرى تفاقمت جراء العقوبات وتشمل كل الأقصام ما أدى إلى منتوج متدن الجودة وبتقنيات قديمة ليس لها أي قيمة اقتصادية وتمثل صناعة السيارات في إيران ثالث أكبر صناعة في البلاد حيث تشكل عشرة في المائة من الناتج القومي الإجمالي وتوفر فرص عمل لأكثر من 850 ألف موظف وتحتل إيران المرتبة الثانية إقليميا في قائمة الدول الأكثر إنتاجا للسيارات بعد تركيا رغم انخفاض الإنتاج إلى مدون المليون سيارة محلية سنويا ولا يكاد يخلو بيت إيراني من سيارة محلية بعد انسحاب الشركات الأجنبية من السوق الإيرانية والعراقيل التي تضعها السلطات أمام السيراد السيارات الأجنبية ليس لدى الإيرانيين عدة تخيارات فعندما تتوفر السيارات الأجنبية بثمن مناسب يكون هناك بديل الحكومة قالت إنها ستستورد سيارات لكن إذا لم يحصل سيكون المواطن مضطرا لشراء المحلية رغم تدني الجودة ويشتك المواطنون الإيرانيون من عيوب السيارات المحلية الصنع مقارنة بمستوى السيارات في العالم من قبيل ارتفاع ثمنها كما أنها من أكثر السيارات استهلاكا للمواد الاحتياطية بسبب تدني جودة قطع الغيار علاوة على كونها أكثر استهلاكا للوقود وتلويثا للبيئة كما أنها تفتقر لأبسط مقاومات المتانة والسلامة خمسة عقود مرت على بدء صناعة السيارات في إيران ولا تزال هذه الصناعة تتأرجح على أمواج القرارات السياسية والأزمات الاقتصادية وضع يقول المختصون إنه تفاقم جراء العقوبات الغربية عبدالخالق الحمداوي تارية عربي تهران